موسيقى تحية لكم مشاهدينا من جديد تحية لكل من ينضم معنا عبر برنامجكم من عمان في آخر محطة نتابع تفاصيل جائزة عمق للأفلام التي تأتي دعما للشباب في مجال السينما برفقة ضيفي الكريم رئيس لجنة جائزة عمق للأفلام خالد بن عبدالله العبري مساك الله بالخير خالد وحياكم الله في برنامج بن عمان مساك الله بالنور وشكرا جزيلا على الاستضافة تأتي هذه الجائزة دعما للشباب في مجال السينما في عمان قبل أن ندخل في موضوع الجائزة نتحدث عن السينما في عمان طبعا السينما في عمان كان لها دور كبير في إبراز مقومات السياحية في السلطنة وعملت من السنوات الأولى في ترويق للسلطنة من خلال المقومات الموجودة في السلطنة لكن نحن شفنا في هذه المسابقة شفنا أن فيه قلة في الحراك في الجانب السينماي والأفلام ومع تطورات للفترة الماضية كان فيه كثير من المواد الفيلمية والشركات الإنتاج بدأت تنتج أفلام ومحتوى بصري جميل كان لزاما علينا كمؤسسة أن نتمنى بعض الأفلام ونساعد في دفع الشباب أن ينتهجوا حل هذا النهج من الأفلام كما نعرف أن القطاع السينما قطاع مربح جدا وقطاع بنيت عليه مؤسسات وبنيت عليها شركات عالمية ودول وهي وسيلة لإيصال الأشياء التي تحتاجها الناس من خلال الثقافة من خلال الحوارات الأشياء التي تحدث في الفيلم حد ذاته نعم نتحدث طيب عن هذه الجائزة قدمتموها لمجتمع دعما للشباب على وجه التحديد طبعا هذه الجائزة هي مبادرة كما قمنا فيها في نهاية بداية هذه السنة طبعا هي تقليد ذكرى وفاة المرحومين عمان العدوي وحمد العبادي ومحمد النهدي رتقينا أن نسوى مسابقة تعنا بالقانب السينماية والقانب الفيلم حتى يكون في استمرارية في الإنتاج الفيلم لهؤلاء الشباب طبعا هذه الجائزة تأتي هذا العام بنسقتها الأولى وفي عدد مشاركات جدا كبيرة في هذه الجائزة طبعا ما توقعنا عدد المشاركات التي كانت في هذه الجائزة نحن نتوقعين عددهم 20 ووصلوا إلى 42 فيلم من شباب طبعا ما بين 18 إلى 35 سنة حددنا هذا السن على الأساس أنه يبدأ في هذا المقال نرى أن هذا القطاع قطاع واعد قطاع ممكن للشباب أن يشتغلوا في مقالهم وممكن يكون مصدر دخل إضافي للشباب وممكن يكون دخل آخر سواء كان هو في مهندس أو معلم أو أي مكانة وظيفته لكن قطاع الأفلام قطاع واعد وممكن يفتح فيه مؤسسة وهذا القانب جدا مهم للشباب طبعا تأتي الجائزة هذا العام بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وموجودة برعاية العديد من المؤسسات العمانية الشابة طبعا هذه النسخة كانت انطلاقة لأننا نقص النفذ كما يقوله يعني هل الشباب قادرين على صناعة هذه الأفلام وبالفعل أثبتوا قدارتهم والحين استقبلنا تقريبا 42 فيلم على المستوى العقليات ومستوى الفكر ومستوى التوقهات كانت الأفلام جدا رائعة وطبعا تأهلت من هذه 42 فيلم للتصفيات النهائية وقميعهم الحين قاسين يراقبوا هذه المقابلة يتمنى بس يخضى عبارة وكلمة للنتائق اللي إن شاء الله بكرة راح يتعلن عنها إن شاء الله جميل يعني 42 فيلم تم فرزه إلى 22 27 27 بكرة من هذا الـ 27 كم جائزة قريبا راح تكون طبعا من 27 فيلم اللي تم عرضهم طبعا هذا الـ 27 فيلم سيتم عرضهم في السينما بإذن الله زين في تعاون ما بين أو بين السينما بإذن الله في الأيام القادمة وكذلك ستكون هناك ثمان جواز من هذا الـ 27 فيلم طبعا هذه الثمان جواز مقسمة لعدة أقسام أول شيء أفضل فيلم متكامل وأفضل فكرة وكذلك قائزة تشقيعية هذه القوائزة الجماعية للأفلام طبعا القائزة الأولى فيها 15 ألف ريال عماني القائزة الثانية أفضل فكرة 3 ألاف وقائزة تشقيعية بألفين ريال وفي هناك جواز فردية قيمة كل قائزة ألف ريال أفضل مخرق أفضل مهندس صوت أفضل ممثل وأفضل صانع مؤثرات بصرية وأفضل يعني وأفضل منتج أفضل مصور طيب خالد هل الأفلام تناقش قضايا معينة حددتموها داخل المسابقة طبعا لأنها نسخة الأولى ونحن نحاول أن نستقطب أكبر قدر ممكن من الأفلام كلما حددنا محور كلما كانت صعوبة المشاركات فحنا حطينا المحور مفتوح 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 للجميع أي فيلم ممكن نشارك فيه في الموثائقي فيلم دعائي فيلم فيلم في فكرة سيناريو ممكن فيه موشن جرافيكس ممكن 3D فحطينا المقال مفتوح وفيه مشاركات متنوعة ومفكار مختلفة حاول المحكمين وطبعا المحكمين من خيرة المحكمين في السلطنة اخترنا خمس محكمين منهم عيسى الصبحي مصطفى اللواتي وعدنا أنور العاصمي وداود الكيومي وهيثم التوبي هذا من خيرة المصورين وأصحاب مؤسسات رائدة في السلطنة حكموا هذه المسابقة كانت صراحة وأنا موجود في لقنة التحكيم كانت الخيارات قد صعبة أنهم يختار الفائزين وكانت هناك شد وقذ لاختيار الفائزين في هذه المسابقة لكن الحمد لله يعني انتهت مرحلة التحكيم بنجاح وكانت مرحلة دقيقة أن نحاول نراعي جميع معايير التقييم المحلية والعالمية بأفضل طريقة ممكنة وكان في فترة طويلة على ساس التحكيم أخذ ورد في هذه الجائزة وإن شاء الله بكرة نحتفي بهؤلاء الشباب و سعيد جدا أنا شخصيا أن بكرة يكون هذا الحفل موجود و الشباب يكونوا موجودين و يكونوا سعيدين بحكم أن أنا أرى في هذا الشباب هم المستقبل في هذا القطاع و أرى فيهم أن هذه الأفلام هي وسيلة للترويق عن السلطنة ممكن واحد منهم بعدين واحد من الأفلام يشارك في مسابقة عالمية و يفوت في مسابقة عالمية أنا أكون فخور بهذا الشيء و أكون سعيد أن أكون وسيلة أو نكون وسيلة في إيصال أفلام العمانية إلى العالمية نعم هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة كما تعلم أيضا خالد نبرز المشاهد الكريم أهم هذه التحديات اليوم طبعا هناك تحديات كبيرة سعيا لتذليلها طبعا طبعا نسعى دائما لتذليلها طبعا أكبر تحدي هو تحدي المادة تحدي المبالغ لأننا نتكلم عن قطاع الأفلام يدخل فيه أكثر من شخص يعني يدخل فيه الممثل يدخل فيه صانع الصوت يدخل فيها أكثر من شخص في فيلم واحد مهندس الصوت والممثل و صانع الديكور وغيره فالفيلم الواحد يمكن يكلف العديد من المبالغ و هذا الشيء يواقه تحديات لصناع الأفلام لكن أنا دائما أقول دائما كلما تصعبت كلما سحلتها تحاول قد الأمكان فهذه الصعوبات المادية سواء كان مادية و نفس الشيء سواء كان مادية أو أي إن كانت صارت على أساس أنك تحاول أن تتواقفها و تحاول أن تحلها غير عن كذا طبعا من الصعوبات أنه ما يوجد هناك أماكن للتعليم للتعليم هذه السينما أو الأفلام في السلطن للأسف الشديد يوجد محاولات خقولة في هذا القانب بالرغم أن نرى الفرصة العظيمة في هذه القطاع و نرى أن هذه الفرصة فيها كثير من حتى أستشهد ببعض الأفلام في مناطق في العالم صورة أفلام فيها و كانت فيها بعد تصوير هذا الفيلم صارت هذه المزارس السياحية و استشهد أحيانا في بعض المناطق كان في تصوير ممثل في مكان ما و أصبح هذا الممثل على مرائجة في هذه الدولة ما فدائما إلى صناعة الأفلام و نعرف أن جميع الشباب الحاليين منهمسين في الأفلام و يتابعون الأفلام لماذا لا يكون هناك فيلم عماني يعني دائما نقول لماذا لا يكون هناك فيلم عماني رائد في العالم يعني يتكلمون عنه في هذا لا تنقصنا القصص لا تنقصنا الكفاءات لا تنقصنا أي حاجة في هذا القطاع بالعكس أننا نشد من أزر الشباب و نكون معهم و نحاول قد الإمكان أن نكون لبنة بسيطة نبث فيهم الروح أنهم يشتغلوا في هذا القطاع نحن نشكركم على هذا الطموح أيضا متجدد من خلال ما تقدمون للشباب في هذه المسابقة نقمل أن تكون هناك نسخة ثانية أيضا دعما للشباب في هذا المجال مجال السينما شكرا لك وجودك خالد بن عبدالله العبري رئيس جنة شائزة عمقلية الأفلام في برنامجكم من عمان جزاك الله خير و شكرا جزيلا على استضافتك الله يخلي و الشكر موصول لكم مشاهدين على متابعتكم الطيبة لكل من يخصص جزء من مسائل يكون حاضرا معنا في برنامجكم من عمان من خلال متابعة ما يجرى من أحداث و فعاليات و أنشطة على أرض السلطنة الحبيبة هذه تحايا فريق عمل برنامجكم من عمان و البخرج إبراهيم زجالي إلى اللقاء اشتركوا في القناة